قبيلة كتامة تمتد قبيلة كتامة على مساحة تقدر بحوالي 500 كم مربع في أقصى جنوب غرب إقليم الحسيمة وبها ما يقارب 50 ألف نسمة موزعة على ثلاث جماعات قروية كتامة بني عبدالغاية السواحل تمساوت ويعتبر مركز سوق ثلاثاء كتامة عاصمة للقبيلة ومركزها الإداري في حين يعتبر مركز إكاون أحد أهم مراكز القبيلة كتامة من قبائل جبال الريف الأمازيغية الأصل يتم إدراجها ضمن مجموع قبائل جباله لأن أغلب سكان كتاما يتكلمون لكنة جبلية تمالكيت، وحشية، أكجار، كريحة، أسمرطاس، فرسيو والبعض الآخر يتكلم لهجة صنهاجية بني عيسي، المخزن، زكارة، أسامر وهي قرى تنتمي إلى جماعة عبدالغاية السواحل المجال الطبيعي بقبيلة كتامة غني ومتنوع جدا وهي جزء من الريف الأوسط المتميز طبيعيا وبترابها توجد أعلى قمم سلسلة جبال الريف ومنها ينبع واد سراء أحد أهم روافد نهر ورغة كما أنها تحتوي على مساحة كبيرة ومهمة من أشجار الأرز بجبال الريف إن قبيلة كتامة بموقعها المميز عند البوابة الغربية لجبال الريف الأوسط بين بلاد جبالة وأرض صنهاجة جعل مؤلف كتاب المغرب المجهول يدخلها في الجزء الثاني الذي خصصه لاكتشاف قبائل جبالة رغم أنها قبيلة من قبائل صنهاجة آسراير أما طبيعيا فتشكل قبيلة كتامة ذلك التحول الهادئ من مرتفعات الريف الغربي إلى الريف الأوسط ويظهر بهذه الجبال حجم الاجتثاث الغابوي بوضوح فقد تغنى موليراس بجمال وكثافة غابات بلاد كتامة قبل أزيد من مئة عام وهو الشيء الذي لم يعد له وجود في الوقت الحالي إلا في بعض القمم الجبلية من هذه القبيلة وجبال قبيلة كتامة يتراوح ارتفاعها بين 2500 و2000 متر عن سطح البحر ويتعدى الألفين في بعض القمم الشرقية من القبيلة والتي تشترك في سفوحها مع باقي قبائل صنهاجة آسراير مثل تيدغين وأغاندرو ودهدو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ميكس جبال التيفي وصفحتنا على الفايسبوك تيتفراح وانتظرونا مع فيديو جديد ومنطقة أخرى